الطرقات المغلقة مأساة اليمنيين العميقة في زحمة الحرب منذ أكثر من عشر سنوات وهذه المأساة تتفاقم مولدة العديد من التداعيات لعل أبرزها تقطيع أوصال البلاد ومنع حركة المواطنين وارتفاع تكاليف نقل السلع الأساسية وإثقال كاهل الشعب وفي ظل تجاهل السياسة للمعاناة اضطر المواطنون للبحث عن طرق بديلة لتلك التي أوقفتها أوامر جنرالات الحرب وعلى الرغم من المشاهد المؤلمة القادمة من الطرق البديلة التي اتسمت بالوعورة والخطورة وتعالي المناشدات المطالبة بفتح الطرقات إلا أنها لم تجد آذانا صاغية لدى صناع القرار وبات الاستعداد والتفكير بالسفر يعني الاستعداد لخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر ولتصوير المشهد بدقة نعيد التذكير هنا بحديث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كروندبرغ الذي قال إن متوسط وقت السفر اليمنيين ارتفع بشكل كبير عما كان عليه قبل الحرب بفعل لجوئهم إلى طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية التي تديرها عناصر مسلحة من مجموعات مختلفة ترتكب في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان ومع انخفاض وطيرة الاشتباكات الميدانية ودخول المفاوضات بين الشرعية وجماعة الحوثي مرحلة متقدمة تزايدت الدعوات لفتح الطرقات وتسهيل حركة التنقل والسفر بين المحافظات وقد لاقت تلك المطالب رواجاً واسعاً من المواطنين الذين يعانون من تبعات إغلاق الطرقات إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد فتح باب الأمل لدى اليمنيين خاصة المغتربين المتضررين من طريق صحراء الجوف أو طريق الموت كما يطلق عليها المسافرون وهي واحدة من عدة طرق بديلة خلفت آلاف الضحايا من المسافرين خلال السنوات الماضية لكن ما يؤمله اليمنيون اليوم أن تتجاوب مختلف الأطراف مع هذه المبادرة وتسارع لفتح الطرقات لتخفيف المعاناة عن الجميع بما يمثل مدخلا لحلول قادمة تشمل باقي الملفات